بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما ترحب بكم حصتكم هي العليا في مواضعها المتعلقة بالمراهقين وفي حصتنا هذه بإذن الله تعالى سنتناول موضوعا جديدا من مواضعنا المهمة في هذه الحصة وكالبدأ دائما كالعادة والمعتاد أننا نبدأ بلعبة هذه المرة اللعبة فيها شكل وسأشرح طريقة هذه اللعبة أرى أمامكم شكل على شكلة حاملة الأشياء وكاين في الوسط كاين شيء وكأنه محمول في وسط هذه حاملة الأشياء المطلوب بتحريك عمودين فقط عمودين فقط هذا الشيء المحمول يخرج من هذه الحاملة والشكل الحاملة يبقى حتى إذا غير الاتجاه المهم أن هذا الشيء اللي هو موجود داخل الحاملة يخرج دون تحريكه ويصبح عندنا هذا الشكل تاع الحاملة حتى وإن كان في اتجاه آخر بتحريك عمودين فقط إذنين تفضلوا كمنا يا شيخ؟ نعطيهم فرصة وما بش يكملوا لا لا خلاص من دخلاش قلنا خارج قلنا خارج الشيخ خارج خارجة صحيحة صحيحة نعطيهم فرصة وما تنيفكروا شوية بالنسبة لمجموعة هنا خارجت الشكل وعادنا الشكل تاع الحاملة هلتزمنا بالقوانين التزمت بالقوانين بيتحريك عمودين إثنين المحفظ آه معدك الوقت لم يبقى أن نزحة مع عدا أسد خي خاضر تبعوا معي الآن طريقة هيكل آتي العمود الأول هو هذا العود الأول والعود الثاني هو هذا فيخرج هذا الشيء يخرج من الحاملة وتبقى الحاملة كما رأيه المجموعة الأولى فهذه المجموعة الأولى لحقة هذا الشكل الآن ننتقل مباشرة إلى موضوعنا وموضوع حلقتنا اليوم والذي سيعرفه المتتبعون للحصة بعد لحظات موضوع اليوم نعرفه بعد المقدمة التي ستقرأها على مسامعنا زميلتكم لميس فلتتفضل مشكورة الله خالق الأكوان مصور الإنسان علمه ما لم يعلم أرشده إلى الطريق المستقيم ويسر له صراط الهداية الله أطعم من جوع وكسى من عري وسقى من ضمأ وهدى من ظلالة وأرشد من غي كل نعمة من عنده إنه الله الواحد الفرد الصمد هي العليا في عددها لليوم تطرح موضوع المراهق وعلاقته بالله شكرا للميس بارك الله فيك عندما نستمع إلى كلمة الله هذه الكلمة لها وقع كبير عند الإنسان وعند كل الناس المؤمن وغير المؤمن كلمة الله عندها وقع كبير عند الناس حتى أنه لم يوجد في التاريخ أحد سمى نفسه بهذا الإسم ولو تجرأ على أن يسمي نفسه لا يطيق بعضهم إدعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى ولكن لا أحد تجرأ عبر كل تاريخ البشرية أن يقول أنا الله الله تعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن اليوم أيها الشباب سنتناول هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان في جانب أساسي في حياة المراهق وهو جانب الروحاني وهذا الجانب هذا هو الجانب المركزي في حياة الناس بصفة عامة وخاصة عند المراهق هذا الجانب لو أنه يفصل فيه فصلا جيدا ويفهمه فهما دقيقا سيعيش المراهق بإذن الله تبارك وتعالى ما بقي من حياته سعيدا مطمئنا مرتاح البال أطرح عليكم سؤالا وأقول ما أهمية حلاقة المراهق بالله تبارك وتعالى هي أهمية كبيرة أهمية يعني كنت تفكر فيها ما يسبب ما كش أعلى منها تجعل لحياة الإنسان معنا يعني تجعل له قبل أن يفعل أي شيء يحسب ألف حساب لأنه والله الواحد القهر هو الذي يعني يسخر لنا كل شيء كما قالت صارف المقدمة يعني هو الذي يبعمنا وهو الذي يكسينا كما قالت لميس يعني عفوا يعني هو الذي يكسينا يعني لدينا كما نحن شاب محافظة في الجزائر يعني لدينا علاقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يبقى دايما إيهاب بدأ وقال بأن هذه العلاقة مهمة جدا في حياتي المراهق أنا ما تريد أن تتكلموا من منطلقكم الذاتي أنت بشعري أنت بشرك تحس في قضية العلاقة بالله في العلاقة القوية بالله دايما تكون مربوطة بالنجاح وعلاش لخدش نفسيتك تكون مرتاحة تكون أي عمل تديره في حياتك مربوط بحب الله سبحانه وتعالى سيكون عندك في حياتك إبداع في تخطيط أي حاجة العلاقة القوية بالله مهمة جدا في حياتنا معناها من الكلام هذا اللي رأنا نقوله فيه هل ممكن نفهم أن الإنسان اللي ما عندوش علاقة بالله هذا إنسان يشعر بفراغ في حياته فراغ وغيره في إده إلى فعل ماصية إتجاه إلى الأفاة الاجتماعية يعني هذا الفراغ كل ما حرمه الله طريق يعني سهل يشوفه سهله والله غير مدبيا تكلموا من تجربتنا الذاتية هل واحد فيكم شعر في فترة من الفترات بهذا الفراغ تحل سروحك بعيدة على الأربي شيخ تحل سروحك عايش زيادة كي تكون بعيدة على الأربي تحل سروحك عايش زيادة لك رايح في الهاوية تقولي الحياة ما عندها شمعنا إيه زغلك داخل غير في المي يجب ضايع دور في حلقة فارغة ما توصلك لأي حل يعني هذه المرحلة هذه العلاقة تديك شيئا شيئا تقعد المرة ما أروحك في هذه المرحلة تكون ضايع وكامل صوت خممدوك كيف ستلاقي الله سبحانه وتعالى كيف ستلاقيه تجرب لي ما دلت وليس غيرك زيادة ما انتهب لي منزيد انكسر راسين رايح لنا رايح لنا منزيد شناية روحي وليس يكمرت العزم هذا تيئيس تعالى إبليس والعياذ بالله هذا لأن من بين استراتيجياته ومن بين مخططات الشيطان أنه ييأس الإنسان من رحمة الله تعالى وربي عز وجل في القرآن الكريم قالها نصاريحا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع وربي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا ما قالش قل يا أيها الذين آمن قل يا عبادي الذين كل الناس ما تقنطوش وبالليس صح يأس الإنسان من رحمة الله وليس يجيك العزم باش تخدم باش تخل هذيك الجنة باش هذيك ليه يا قرآن هنا اللي معناه يستشعر الواحد لعلاقة تعوب الله باش تكون قوية بيعونه باش يداح بيدير أفساد بيعونه باش يديرها كي زما حبي يدخل جنة يعمل الخير بيزيد يعونه باش يدخل يسيد له يعني في التوفيق يوفقه يعاونه باش يدخل مليح في الجنة باش ما يكونش عنده شكل إحساس بليح يدخل النار لازم الشخص هاد أكل المراهق إلا كان عمباله بلي كان عنده طبايع عيانين يخي يكون واعي بلي مش يملح يخدم يسي يخدم العكس وش موال فيدي يخدم من العكس ومع الوقت يوالف الطريقة لو يخدم بها جديد ولي وحده وحده يعني يرجع لطريق المستقيم يرجع لطريق المستقيم يتحدث العلاقة بالله سبحانه وتعالى والحاجة اللي خرجنا بها يبدو لي كنتيجة هو أن الإنسان اللي ما يحسش بلي عنده علاقة بالله تبارك وتعالى هذا راح يشعر بفراق يشعر بضاياه يشعر بي وكأنه تياه تياهان السؤال اللي بعده أنا ماذا بي تكلموني من واقعكم انتوما ماذا بي تكلموني من واقع باش الشباب اللي راح يشوفوا فينا في سنكم يبدو لي أنهم هما ثاني راح يشوفوا في نفسهم لي ممش غراب يعني ممش غرباء السؤال اللي حبيث نطرحه الآن هل أحياناً انتوما تتسألوا على وجود الله نعم ني جونا تساؤلات مقولوا كيفش تخلقتها الدنيا كيفش جونا بزيف تساؤلتها هكا حتى يوصل الشيخ يجي كيفت نقولوا احنا رب يخلق كل شي وربي كيف تخلق شي عنا فتعالى حتى يجي كيف حصل هذا الحج لكي تتوسوس شيخ ما روح تخلط نعم حتى يجي كيف حصل على ملك نعم تغلق المضور والاختماعك بشتها توصل إلى بعين نتيجة وهذه تساؤلت هذه هذه يعني تأتي بصيغة هكذا متكررة وكثيرة أو من حين لأخر من حين لآخر من حن لآخر يعني هذا الحن والآخر يعني تأتي عندما نكون في حالة نفسية يعني حالة نفسية هذا الوقت اللي تكون بين تخمم ما بين أنك طفل وما بين أنك رجل وتبقى تخمم ربي علش خلقنا سبحانه وتعالى يعني كيفاش احنا حتى علجنا الله مدام ربي دار هذه الأرض دارها نهاية وبداية علش احنا يا رانا هنا ربي علش دار رسل علش دار كتب صحيح صحيح تبحث على أي أدنى شيء بشغولتها تحوي سألالي ديطاي قد جيك صورة هكذا بين عينيك تفكرك سؤال بلا جاوب شو لك تفكرك باللي بلك تشوف حادث بلك تشوف حاجة في الكوغتاك توقف مع المرايا وتشوف عندك عينيك عندك يدك نعم تمشي تجري تبدأ تتساءل بركت ماهنات جيني بزاف كين قراءة في المسيد بسرت العلم على الجسم الإنسان لطريقة عمباك شاخ بشر هذه الأخالية كيف تتحيه وتموت كامل مع الله ما انت مشي واحد لي يجي يقدر يديرها إنسان مستحيل يوصل لها ذاك العلم ما جي ذات هذه التساؤلات هذه في رأيكم هل هي تساؤلات مسموح بها أم لا هي وساوست الشيطان كان أسئلة مسموح بها هي التي تقدر توصلنا لنتيجة كان أسئلة التي تقدر توصل بنا للكفر بالله كيف شربي يعدب الشيطان بالنار وهو مخلوق من النار ربي كيف شد القضاء والقدر هذا كفر يعني وربي أيقا باللي كيف شد القضاء والقدر كيف شد حتى كير ربي وما هو الدليل على وجود ذلك يعني كاين بعض الأسئلة إحنا ما عدد إيهاب نريد غير التعقيب هكذا أخفيف على الكلام هذا لأنه إحنا إيهاب أكرم إحنا مطالبين أننا لا نحكم معناها قضية لا نطلقوش هكذا الأحكام سهولة لأنه قد أبحث أنا في القضاء والقدر وهذا ليس من الكفر في شيء بمعناها نبحث نحب نعرف كيف شربي مقدر علينا الأشياء كيف شربي عز وجل قضى علينا أشياء ولهذا إذا صبنا إحنا إن شاء الله في هي العليا نبتعد عن الأحكام وربي يقوين إن شاء الله للخير بإم الله تعالى أنا كان لدي إنتقاط صغيرة عليه أنا في رأييي ليس أحرم تعقيد ليس أحرم أنا أريد أن نكتشف أريد أن نفهم ليس أريد أن نفهم أريد أن يكون ربي هو الإخلق و ليس أريد أن يكون كل شيء أنا أريد أن نفهم ليس أريد أن نحوش لكي نخرج من الدين أريد أن يكون أحساس أحساس داخلي كي يكون إنسان تربى فطريا مسلم أحساس دائما يقولون بكائنا ربي سبحانه أزا وجل كي تتشف الكون كي تتشف معجيزات سبحانه كيف تتأكد بكائنا ربي سبحانه الشك مستحيل هذا الآن يسوقني الكلام آخر تخيلوا أنتما الآن مراهق تربى في أسراء تتكلموش أصلا على الله لا تتكلموش على دينه وتخيلوا الآن مراهق تربى في بلاد أصلا هذا الأشياء لا تتكلموش عليها قلوا لي بإله عليكم كيف تتكلموا فيه أي شهد المراهق هذا لا هدف له في الحياة لا هدف له في الحياة لا لا يكون عنده هدف بالصح لا يكون لديه فراغ لا يكون لديه هدف ويصل لك 4 أو 20% ويقعد لك 10% بعيد يكون لديه فراغ رحاني ويضع له حوادث كبيرة في حياته مرحبا لا يكون لديه دين يتبعه ويكون عايش في الدنيا لا يكون لديه دين يتبعه أو لا يتعبه لا يتعبه هذا يتعب الإنسان وخاصة بالنسبة للشاب المراهق اللي راح جاي للحياة ويحب يدير إنجازات في حياته أحبت أنطرح لكم سؤال آخر الآن الشخص أو المراهق اللي ما يربطش علاقة بالله مليحة وش راح يخسر في الدنيا هذه بزرع فيه راحة النفسية الأولى لا يكون مطمئن من البلا يكون عيان أيها يعيه التفكير تاعه الضمير تاعه إذا كان يخمم سنة الجزاء تاعلي حياته يروح الجنة وكامل يخمم غير كيف يتعد الدولة بتاعه كيف يمحيون في جهنة أنا يعيش في حالة الطرق يخسر يخسر بزاف أمور الأختي اللي يخسر ربي يخسر عباده المحبوب عند ربي يحبه محبوب عند الناس صحيح صحيح قد ما تتقرب أعمالك من ربي الناس ستحبك بلا ما تفيق السؤال اللي دي من بعد الآن هو وش نربحوك علاقتنا بالله عز وجل تكون قوية كمراقجة الدنيا والآخرة نربحو العكس ليخسرهم ليخسرهم من علاقته بالله ما شي قوية نعم يربحو الراحة للنفسية إطمئنان راحة للبال ما عندوش تقنية بالضمير حتى مع المجتمع التاعه يكون مرتاح ما من مشاكل الجهة حالها هائلة هائلة الآن نروحو لفترة قسيرة نستمع إلى ما قاله شباب مثلكم ولعلّا حتى نسكم بها في هذا الموضوع اللي هو العلاقة بالله ثم نعود إلى نقاشنا موسيقى في الحقيقة علاقة المراهقة بالله سبحانه وتعالى تبدأ منذ الصغر لما ذلك الطفل ننشئه تنشئة ربانية وننشئه تنشئة يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى تعلق كبير جدا عندما يصل إلى المراهقة يكون تعلقه أكبر ويزداد أحسن ولكن عندما يكون منذ الصغر وهو انشئة تنشئة غير ليس متعلق بالله كثيرا عندما يكبر ويصل في مرحلة المراهقة ربما سيقل سيقل كثيرا تعلقه بالله وبالدين الإسلامي علاقة بين الشاب والمولى عز وجل سبحانه وتعالى تكون مرتبطة بالأساس بالجانب العقائدي بالجانب الديني بالجانب الروحي هذه العلاقة وجب علينا أن ننبر إليها على أنها علاقة ذات أهمية بالغة خاصة بالنسبة للمرحلة التي يعيشها المراهق في هذه السنة السنة الحساسة نوعا ما علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى هي أن الإنسان يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه يعني عبادة الله على حق وبصيره هذه الإنسان علاقتي بلا سبحانه وتعالى أني كمسلم مؤمن أعبده وكأني أراه إلا منكم أراه فهو يراه أنا عبده ربي بص ربي اللي خلقنا تو سنبلمو تو سنبلمو ربي اللي خلقنا هو الأحرى بالعبادة إن أردنا التكلم عن علاقة الشاب بربه يجب على الشاب أن تكون علاقته بربه علاقة عباد وعلاقة مخلوق بالخالق لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أمره بطاعته يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبده تكون علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى عن طريق العبادة صلاة السيام القيام الكلمة الحسنة الطيبة بأضعف الإيمان والبصمة البصمة في وجه أخيك سبق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الإيمان أول شيء لازم يكون في القلب أن يكون الإنسان صافي مع الله سبحانه وتعالى عن طريق نيته عن طريق قول الحق عن طريق الفعل الحسن والفعل الخير نعود إلى موضوعنا وهو المراهق وعلاقته بالله تعالى وهو كما رأينا في نقاشنا الأول أنه موضوع جد مهم وهذا ما سمعناه من الذين قالوا ما قاله عن المراهق وعلاقته بالله تبارك وتعالى نضم بأن الموضوع هذا يحتاج إلى أن نستمع إلى كلمة الله فيه وما قال شرعنا الحليف وما قال ديننا حتى العلم ماذا يقول في هذه الكلمة حيث أننا نحن توعدنا في الحصة الأولى أننا في هي العليا نعطي الكلمة لشرع الله تعالى كلمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وثم نعطي الكلمة للعلم لأن العلم الذي يوافق الشرع فهو من الأمر الذي نحن طلبنا أن نأخذ به أولا ما وجد في التاريخ في تاريخ البشرية ما وجد مجتمع بدون دين بدون عقيدة يستحيل وجدت مجتمعات في التاريخ في تاريخ البشرية هذه المجتمعات كانت بدون تطور بدون تقدم بدون تكنولوجيا إلا أن مجتمعات ما عندهاش دين هذه ما حصلتش في تاريخ البشرية الآن يبقى الدين هل هو الدين الصحيح أم دين محرف وجدت مجتمعات فيها دين صحيح وهو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم ووجدت مجتمعات تعبد أشياء إلا أن هذه المجتمعات لا يمكن أن توجد مجتمعات دون أن تعبد أمرا معين سواء أن تعبد الله تعالى وحده لشريكة له أو أنها تعبد أشياء و لحد الساعة اليوم نرى في العالم موجودين مجتمعات تعبد غير الله تبارك وتعالى كين مجتمعات تعبد البقر مجتمعات تعبد الأشجار مجتمعات تعبد الشمس معناها هذا الاحتياج للعبادة عند البشر موجود ولا يمكن أن ينفك عن الإنسان وعن البشر الأمر الثاني كل ما في هذا الكون يدعو الإنسان للتفكر في من خلق هذا الكون كيف بدأ هذا الكون من بدأ هذا الكون و الإنسان إذا بقى يتسأل هذه الأسئلة و يترك الإجابة لعقله أحيانا قد يصل و في أحيان أخرى قد لا يصل لماذا؟ لأن هناك أشياء اللي هي لا يدركها عقل البشر يقدرش العقل تعالى البشر يوصل وحده لها و لهذا رب العالمين دائما يرسل للبشر أنبياء بشوش يديرهم؟ يعودوا يرجعوهم لطريق الهداية و الطريق المستقيم لأن الإنسان إذا ترك لعقله وحده أو لعقله وحده الإنسان هذا قد يتيه و يروح لأنه ما عندهش حاجة ليتوجهه و من ثم و أنتم كنا قبيرين يتحدثوا على قضية المراهق و علاقته بربه سنعلم بأن المراهق إذا كانت علاقته بالله قوية رح يربح الأشياء الآتية أولا سيستقيم في فكره وحد لي علاقته بربه قوية أفكاره ما تقدرش تكون أفكار مشوشة أفكار مستقيمة رقم ثنين سيستقيم في سلوكه وحد لي علاقته بالله قوية سيستحيم من ربه سبحانه وتعالى رقم ثلاثة سيستقيم في أحاسيسه وحد لي علاقته قوية بربه و هذا هو الإنسان و إنسان يفكر يحس و عنده سلوك هذا هو الإنسان فالإنسان اللي تكون علاقته بالله قوية هذه الأشياء فيه ثلاثة رح ينكونوا في طريق الله المستقيم نجيه الآن وحد القصة للنبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس كان غلاما نقوله في سنكم هكذا و هو من صغار الصحابة عبد الله بن عباس هو حبر الأمة و ترجمان القرآن حفظ القرآن صغيرا و كانت ترجمان القرآن الكريم ما من آية إلا و يعرف تفسيرها و يعرف أين نزلت و على من نزلت يقول في حديث كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوق دبته كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرسول الله عليه الصلاة والسلام و مش يقول له قالوا يا غلام إني أعلمك كلمات رح نعلمك كلمات شوفوا معي و ش قالوا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا استعنت فاستعين بالله و إذا سألت فاسأل الله و أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك و لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام و جفت الصحف هنا يا النبي عليه الصلاة والسلام بالله عليكم وش حب معه من حب يربط عبد الله بن عباس رضي الله تعالى بالله بالله هذه اللي أهمية هذه العلاقة الآن مش متبقاش هذه العلاقة مشوشة عندنا من اللي احنا عرفوا بعض الأدلة على وجود الله ربي عز وجل سبحانه وتعالى هذا الذي لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار و لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدر سبحانه وتعالى الله عز وجل موجود بدليل بسيط وهو الدليل الفطرة على ما أكبر لي الإنسان لو كان نخلوه بينه بالنفسه و الشاب المراهق نخلوه بينه بالنفسه و لا نشوش عليه بمظاريات منحارفة بشرية الشاب هذا سيعرف بأن الله موجود بفطراته أعرابي ما دخل جامعة ما قرأ ما احتحجة جاءوا سألوه قالوا له كيف ستتعرف بلي ربي كين وش يقول كلام بسيط فطرته قال البعرة تدل على البعير قال كينشوف أنا يا أكرمكم الله لو سخت على البعير نعرف بلي البعير جز من هنا و السير يدل على المسير قال كينشوف الخطوات تتعالى الناس في الأرض محتوطين على نير الأقدام نعرف بلي هذه الطريق فاتوا عليها الناس قالوا هذا السماء هذه وهذا الأراضي وهذا الشيء اللي نشوفه فيه لا يدل على الواحد القهار ما يدلش على بلي أن هناك إله في هذا الكون يدل حتميا بأن الله تبارك وتعالى موجود سبحانه وتعالى هذا الدليل يسمى دليل فطرة عدنا دليل ثاني يسمى دليل إرادة العليا قولوا لي بالله عليكم هذا الكون اللي احنا رونا عايشين فيه هل ممكن كان ما يكونش لا لا ممكن كان ما يكونش ممكن و لماذا لو أن الله لم يريد له أن يكون ممكن ما يكونش صح الكون هذا اللي موجود من أراد له أن يكون رب الله هذا يسمى دليل الإرادة العليا يعني كل شيء يرى في الكون كان ممكن ما يكونش إلا أن الله أراد أن يكون معناها كيف إرادة عليا أرادت لهذا الشيء أن يكون هذه الإرادة العليا عندنا المسلمين يقولوا الله تعالى وهذا هو الصحيح وهذا هو الحاجة التي العقل تعنا يتقبلها هناك شيء آخر يسمى دليل الإلهام والهداية كان واحد العالم الروسي كان حاب يخرج البيض حاب يخرج منه الكتاكيت يعني حاب يخرج منه الفلوس بدون بلا ما تكون الدجاجة فدير وفر كل ما تحتاجه البيضة لتفقس وفر قع الشورط وما فقسش البيضة ما خرج الفلوس لم ينزل فيها الله الله تبارك وتعالى إلا أن أحد الفلاحين اللي كان يعاون في هذا العالم الروسي قال له أنا شفت واحد الحاجة تديرها الدجاجة قال له واشنه هي قال له كانت تتقلب وتقلب البيضة في كل مرة فالعالم هذا الروسي وفر نفس الظروف وقعدوا يقلبوا في البيضة هذه ففقست وخرج الفلوس منها قلوا لي بالله عليكم ما كل هداة هذه الدجاجة أنها تقلب بيضتها الله هذه يسموه ظاهرة الهداية قلوا لي الآن الله يجازيكم هل ممكن البقر يتوقف لا يمدنش لحليب لا لا هي فطرة هي فطرة فيه لو أن الله لا يشاء ذلك ما قد روحنا نخرجه الحليب إنها ظاهرة الهداية قلوا لي بالله عليكم الآن الفلحك يروح يغرس ويزرع هل هو اللي يخرج الزرع لا لو لا ظاهرة الهداية ما يخرج الزرع إذن هذه ظاهرة الهداية تبيننا بأن الله تعالى موجود هناك دليل آخر على وجود الله تبارك وتعالى هو دليل التكامل نأتي غير الحاجة برسيطة مثلا هذه الأمطار وكيف ينبت الزرع الشمس تدير الحرارة التحال في البحر شوفوا التكامل البحر يتبخر تتكون من هذا التبخر واش؟ تتكثف السحاب يتكثف السحاب السحاب واش يدير من بعد؟ نعم ينزلوا المطر المطر من يستقبلهم؟ نبات الأرض تنبت يأكل الحيوان والإنسان قلوا لي بالله عليكم هذا التكامل هذا هل هو حاجة تحس أنت لم ت هل هو حاجة دقيقة دقيقة قدرة عجيبة إنها قدرة الله تبارك وتعالى كيف بعض الناس على باكم واش يقولوا يقولوا بأن هذا الكون جاء صدفة العلماء كيف يكون علماء أكبر يداروا بحث بزاف وكل يقول لك قعوك فيش جال هذا العالم يقول لك ما مستحيل يكون صدفة صحيح يقول لك تلمو مدقق وكل ما مستحيل يكون صدفة صحيح بالذات وهذا هذا غير دليل بسيط تخيلوا الآن وكأننا ندخلوا المطبعة ونضعوا حروف متناثرة نضعوا ملايين تلك الحروف هل ممكن أننا عندما نلقي تلك الملايين من الحروف ممكن نلقوا جملة مفهومة مكتوبة يمكن يمكن هذه الملايين تلك الحروف ننثرها في السماء ونطح لنا قصة محبوكة في 300 صفحة يستحيل ولهذا الصدفة يقولوا كينزوج أنواع تلك الصدفة كينصدفة ممكنة وكينصدفة مستحيلة قال مثال أنا نرفض أكرمكم الله نرفض الحذاء تاعي ونرميه يطح الحذاء مسجم هذه الصدفة ممكنة لأن حذاء بسحلو كان نجيب أنا مليون حذاء وبألوان مختلفة وبمقايز مختلفة ونرمي هذا كل مليون تاعي يطح كل حذاء مع أخوه كل زوجة مع بعض هبعد يستحيل ولهذا كل ما في هذا الكون مستحيل أن يكون قد جاء هكذا صدفة في الأخير نقول إنه الله الله تبارك وتعالى على المراهق أن يربط علاقته بالله عز وجل وأن تكون علاقته بالله قوية وهذه العلاقة القوية فيها شيء يسمى اتزان الشخصية كما قلت قبل في النقاش وكلامكم كان رائع بمجرد أنني أربط علاقتي بالله فسأكون مرتاحا وطمئنا وبثاف ملفات في حياتي يتغلقوا لأنها ملفات يوسوس فيها الشيطان في الأخير وقبل أن نختم سنذهب إلى القرآن الكريم وستتلع على مسامعنا زميلتكم لميس هذه الآيات من سورة الإنفطار فلتتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين أبناءنا أيها الشباب لابد أن تكون علاقتنا بالله تبارك وتعالى قوية إنه الله الذي خلق إنه الله الذي صور إنه الله الذي أبدع إنه الله الذي أكرم إنه الرحمن الرحيم وعلى قدر علاقتنا بالله تعالى وعلى قدر قوة هذه العلاقة بالله تعالى تكون حياتنا حياة متوازنة متزنة وفي الأخير أنصحكم أيها الشباب بقراءة كتاب الجواهر الكلامية للأستاذ طاهر الجزائري هذا الكتاب في مجموعة من الأسئلة هي متعلقة بعقيدتنا عقيدة المسلمين أسأل الله لي ولكم السدادة والتوفيق إلى أن نلقاكم في عدد آخر من هي العليا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر